تتأرجح الحالة الوبائية في ليبيا بين الاستقرار والارتفاع من أسبوع لآخر وتتفوت الإصابات بحسب المناطق والسبل المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وبحسب الإحصائية الأسبوعية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض والتي تتضمن الفترة من العشرين إلى السادس والعشرين من ديسمبر أي الأسبوع الواحد والخمسين والذي شهد زيادة في عدد العينات التي تم فحصها مقارنة بالأسبوع الخمسين هذا ورصد المركز عدد الحالات المؤكدة والتي كانت إيجابية بمعدل أربعة عشر بالمائة مقارنة بالأسبوع الماضي الذي بلغ معدل الإيجابية فيه ثلاثة عشر بالمائة وبلغ عدد الوفيات ثمان وخمسين حالة وفاة بنسبة واحد بالمائة مقارنة بالأسبوع الوبائي الخمسين الذي بلغت حالات الوفاة فيه ستة وأربعين حالة مقارنة بالأسبوع الوبائي الخمسين الذي بلغت حالات الوفاة فيه ستة وأربعين حالة بنفس النسبة كما سجل المركز ارتفاعا ملحوظا في عدد الحالات الموجبة التي تركزت بشكل أكبر في مدن وبلدية طرابلس والقربولي وزليت وسرت وترهونة والماية والزنتان والصبراتة وبلدية الزاوية الغرب واسبيحة وزوارة وبلدية باطن الجبل مقارنة بالأسبوع الوبائي الخمسين وفيما يتعلق بمؤشر التطعيمات فقد سجل المركز زيادة في عدد المطاعمين ضد الفيروس حيث بلغ عدد المطاعمين بالجرعة الأولى أكثر من مليون وثمانمائة شخص فيما بلغ عدد المطاعمين بالجرعة الثانية أكثر من ثمانمائة ألف شخص مقارنة بالأسبوع الوبائي الخمسين ما يعني إقبالا جيدا من المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة وتبقى الإجراءة الاحترازية والتباعد الاجتماعي واللقاحات المضادة سبل الحماية الوحيدة للحفاظ على الصحة العامة وعدم تفشي الفيروس في المجتمع